وحق الرجل على المرأة في الأصل طاعته ولذلك قال فالصالحات ما أبرز وصفهن قانتات أبرز أوصافهن قانتات ومعنى قانتات أنهن مطيعات لأزواجهن هذا معنى قانتات ليس المقصود بالقنود هنا الطاعة طاعة الله عز وجل فيما بين المرأة وربها إنما قانتة أي طائعة لزوجها وإذا طاعت زوجها فهي طائعة لربها حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب أي أنهن قائمات بحفظ أزواجهن في حال غيبتهن وبذلك تستقيم حياة الرجل وحياة المرأة ولهذا تقدم في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة خير متاعها المرأة الصالحة لأنه تطيب به حياة الرجل وحياة المرأة ترجمة نانسي قنقر